موسيقى صباح الخير وأهلاً بكم إلى جلسة جديدة من منتدى جدة الاقتصادي نبدأ اليوم جلسات منتدى جدة الاقتصادي لهذا العام تحت عنوار رئيسي يتعلق بأزمة الإسكان العالمية في البداية اسمحوا لي أن أقدم كارل لانجلي من شركة سبوت مي للحديث عن هذا الجهاز الذي أمامكم والذي يساهم بشكل كبير في التواصل ما بين المحاضرين والجمهور موسيقى جيداً جميعاً حب Saw i'll رجزيز you can see on the screen وأنا سيكون لكم بعض الأشخاص على مكتبات سمتحوله النوار القادمة ستجد ان تدريد الوضع بالمكتبات لها العربية يعني الخاصة الطريقة صحيح قد نشغل مستحيلون هذا تعيد ما يحصل على تبطت الملكي سنقلب في الانتراض الاثلاثين يسيطل جميل شديدًا وهذا هو حجم Guys مايطانيك سن أوتح الملكي في القابعة التي تحلف عنك التي تبطت الملكي منصف الانتراض الهند إذا تبطت علىها هذه الانتراض الى الحياة رد فهمين سنقلب الملكي وهي السياڑا السياڑا لسيارة الانتراض الانتراض الى العظيم تسعى إلى في صمامي أشيهكا على الصناعة كبير أيضا شيئًا هو أنه سيحن advertين وتصفل لك الذي يتحمس لي وفي قسم المستعادرات إذا المردد وقت الشرق يمكنك أن تتحرك وكلاً حذر لجيه المهمة إلى بيذورك والبناط ونقرأ إلى ما هذا بعد من الهامل شيئًا هو أنقضي أن هذا هو الأول في العرب والإغلاف Knock around the main menu up in the top right hand corner Just tapping on there one step below the agenda is what's known as obviously the sponsors are the speakers Sorry, and you'll see the speakers if you tap on the speakers. That will give you the full list of the speakers Exactly and if you go down it will be a buy-argg There will be a bio of the relevant ones and there's also be Right down the bottom مت smash on The great thing is at the bottom it will tell you what sessions they are doing as well over the next two days So, you will be able to see exactly where they will be speaking Going back to the spot man in the top right hand corner Ill give you the main menu one step below the speakers is the delegate list The great thing about this is it will tell you who's on-site over the next two days إذا ترى التفتظير عن شخص بالح babysitter يعني أنه تعطيها اجتبها لسليدي ويوجد حدث وكأنه يرى فيها في عرب وكيته ولكنك ستبقية طبعا فإنك تريد أن تجري أكثر من تجري ترتفي لقاء بان عبر الهوض ترغطي ومن ثقافي ولكنها تكون من الأسلق ، ولكنها سيلاك من بسلط فإنك ترغب يجري المتحسين عند ترغب في عدة محجومة ترغب في صديقه فإذا ترغب في شخص أن تريد محجومة تريد ان تقلقها على ذلك، وصبح تقلقها ويقالها ويقالهم جميعاً، وقت تجاهلها للتقل على ذلك في ذلك المسيح المنوى، في التطور، يمكنك رؤية حالة الهاتف ويتم ترجمة أيضاً عن هذا المسيحات وكل هذا يمكنك تحرك إلى محاولة حياتي، وكما تتحدث عنه في الهاتف المنوى في التطور، بسبب أن تتعرف على المزيد المنوى بعد أن تتعرفت على هذا المنوى، يمكنك أن تحديد حالة صفحة حالة وإما أنتظر رئيس خلافه عما المالغ擂odox في الدرفة أن تجد عليه المالغين على الدرفة يجب أن تمل فيه chefaucoup أياس بك مع الكت RH كمny تمسيحون الشيء يوجد ل شيء الشيء على نقري الإعجاب violate مالفضل التشوة والتخ ど訴 Ltd وهذا سيكون كل شيء منظراتيين التي أجلتناها وأنا سأتي قد مرة على ذلك لأن كل شخص سمجد موضوعات موضوعات أيضًا مع المشكلة الشركة أثناء الفيديو في المنزع في المباشرة هناك أشتراء وإبعائائنا وضع بعض المشكلة وهي أحدهم أنت أرنس ويوم وفيه المنزعهم لديهم الكثير من المنزع يجب أنهم فقط بتقرأوا الـقوات على المتابعة من كل منزع and all you do is use that same scanning facility touch the QR code and it will download that information and post event you'll just get a PDF of that document so you won't have to carry any documents any paper during the next two days and as he's shown you there this is exactly what we've just done and they say top right hand corner also you can write some notes if you want to as well and this will all get saved to your briefcase going back to the main menu, just one below the scan is what's going to happen over the next two days is there's going to be some voting and some Q&A in the relevant sessions and obviously the voting there you'll get the questions on the main screen and you'll obviously get to choose whatever your opinion is and that will get sent in and will produce the results quite instantaneously also there will be a Q&A sessions if you want to ask a question this will be tapping the top right hand corner Q&A, type in your question they'll get moderated and obviously if it's a great question they'll bring it up on stage and obviously ask the relevant panel going back to the main menu another thing that we're all very aware of if we scroll down to the bottom we've got social media you can access because obviously we've got access to the internet and our own network on site you can access Twitter Facebook YouTube and obviously LinkedIn with Twitter there'll be a hash key and obviously you'll be able to hash your relevant comments into JF 2013 going back to one thing that's very important going back to the main menu is the surveys during the next two days at the end of relevant sessions there'll be just a short survey and obviously it's very important to JF to get your feedback because obviously they will be quite happy to hear your opinions and obviously as you see it's very straightforward you tap on the survey and it'll come up with very straightforward questions easy to answer and then just submit and obviously let's say JF will actually use this information moving forward coming back to what I've touched on over the last five minutes is the briefcase from the main menu the main menu the briefcase is where all those QR codes all those business cards you've exchanged any information any notes you've taken post event if you want to receive all that if you haven't done already which is you've actually given us your email address there is an actual document in the menu to actually fill your information in so all we need is your email address and post event all that information will get emailed to you in a secure website and obviously you'll be able to download it in PDF format and JPEG and also the business cards will interface with your Outlook and any other CRM system that you've got and just to finish off obviously you're not allowed to take the iPods home and obviously if you've got any issues or anything with it just come to the registration desk and obviously we'll hand you out and obviously talk you through the relevant device and I shall hand you back to Thank you Thank you very much Thank you Karl طبعا دائما منتذى جد الاقتصادي وافينا بالجديد كان معالي وزير الاسكان السعودي دكتور شويش الضواحي تطرق في الحفل الافتتاح البارحة لبعض الأفكار والحلول لمشكلة السكن في المملكة وأعلن عن استراتيجية وطنية مرتقبة للاسكان ولكن ماذا عن أزمة الاسكان من المنظور الأكاديمي هذا ما سيحاول الأستاذ الدكتور عبدالله بن صادق دحلان مؤسس ورئيس جامعة العلوم وتكنولوجيا بجدة الإجابة عليه بمشاركة الدكتور محمد دعوس عميد كلية الهندسة بالجامعة والدكتور محمود بعيسى عميد كلية دارة الأعمال بالجامعة ذاتية وكما هو واضح بأن جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الجامعة المتخصصة في مجال الأعمال هي من سيدير ويشرف بشكل مباشر على هذه الجلسة اسمحوا لي قبل أن أغادر المسرح بأن أعرف بالأستاذ الدكتور عبدالله بن صادق دحلان هو مؤسس ورئيس جامعة العمال وتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية أستاذ اقتصاديات المشاريع وكاتب اقتصادي وعضو مجلس دارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة والقائمة تطول عنوان المحاضرة أزمة الإسكان بالمملكة العربية السعودية معويقات وحلول مقترحة من منظور أكاديمي أترك المسرح الآن البروفيسور عبدالله بن صادق دحلان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعدتم صباحا وبإسمي وبإسم زملائي نعتذر عن هذا التأخير لكن لابد أقول لكم الحقيقة ما هو سبب التأخير سبب التأخير أنتم عارفين نحن مؤتمر اقتصادي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بجدة ولأول مرة يتحول هذا المؤتمر لمناقشة قضية مهمة جدا تهم المجتمع السعودي نستفيد بها بخبرات دولية قادمة من بعض دول عالم المتقدم وعودنا الملك عبد الله لأن نكون أكثر شفافية أنشأ مركز الحوار الوطني عشان نطرح كل قضايانا نتكلم بكل شفافية بدون أي حساسية وبدون أي قيود شاركنا في معظم مراكز الحوار الوطني وأنا شاركت في أول حوار وطني وتكلمت الكثير جدا أيضا في منسس الشورى لما أنشأوا قالوا لنا لما كنت عوضوا من الشورى أنت تحت القبة لك الحقية أن تتكلم كما تريد أيضا أنا كاتب اقتصادي قالوا لي أكتب كما تريد ولكن بلغة برلمانية إلا أنه حصل سبب التأخير اليوم هو بلغت وأنا موجود من 8 ونوص صباحا أنا وزملائي بلغت بأن آخي وزميلي معالي وزير الإسكان طلب إلغاء هذه الجلسة لا بل أكتر من كده طلب صحب الكتاب البحث اللي قامت به جامعة جامعة الأعمال هي جامعة خاصة أسست لأن تخدم قطاع الأعمال بها ستة آلاف طالب وطالبة وخرجت ألفين طالب وطالبة يعملوا في القطاع الخاص يحصلوا على وظيفتهم قبل أن يتخرجوا هذه الجامعة استشعرت بأهمية المشكلة التي يواجهها المجتمع السعودي وقررت أنها تعد بحث في الجامعة في المملكة في 20 جامعة طبعا نتيجة حساسيات بعض من الوزراء فالجامعات تخشى أن تكتب أبحاث تضايق وزير أو تضايق أمير أو مسؤول وهذه الحقيقة يعني أكبر مشكلة تقع فيها الجامعات نحن أكاديمين نحن أسادسة جامعين مهمتنا أن نؤدي رسالتنا العلمية والأكاديمية بأمانة ونحن في هذا الوطن الشركاء القيادة ليس الملك هو الوحيد المسؤول أول عهد أو مليس الوزراء نحن كشعب مسؤولين مسؤولية كاملة عن أمن وسلامة هذا الوطن وهذا المجتمع وعليه قررنا أن نعد هذه الدراسة التي لا تلوم وزير أو ملك أو مسؤول ولكنها تضع تضيء الضوء الأحمر تقول يا جماعة إحنا كنا زمان نقول عندنا نقص في الإسكان وبعدين أصبحت أزمة خوفنا أنها تصير كرايسنس في يوم من الأيام وطبعا هذا السؤال الذي قمناه أنا شكلت فريق بحثي برئاستي مع مجموعة من العمدة عميدة كلية إدارة العماد الدكتور محمود بعيسة وعميدة كلية هندسة الدكتور محمد دعوس وكلهم أسادزة وفول بروفيسور ودرسوا في جامعات حكومية وكانوا عمدة جامعات بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الباحثين وعملنا هذا البحث بإشراف أخي وزميلي وأستاذنا الدكتور حسين العلوي مدير الجامعة وطلعنا بنتائج مختصرة جدا أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هي المشكلة ليست مشكلة المطيري وزير الإسكان وليست مشكلة X أو Z من الناس هي مشكلة نحن نعيشها في المجتمع لا بد أن نواجهها يأتي وزير ويذهب وزير أبدا القضية نحن نعانيها ونحن نشعر بها والقضية تهم الشباب أكثر مما تهم فئة المجتمع خمسين في المئة من المجتمع فئة من خمسة عشر إلى أربع واربعين سنة وهي فئة شبابية هذه الفئة تبحث عن سكن المشكلة ليست بالسهل والمشكلة ليست بدون بدون دبلوماسية الوزراء اللي تكلموا إنه والله الأمور كلها جيدة والناس مبسوطين والناس عاشي في قصور أبداً إلا عاشين في قصور في قصور وبيوت وفلل لا يتجاوز 30% أما البقية أنا سأشرح لكم مختصر جداً البحث موجود وإن منع من توزيعه البحث موجود وطبع منه كميات كبيرة جداً ونحن سنوزع من الأمانة العلمية والأكاديمية سألنا سؤال هل هو فعلاً في مشكلة؟ البحث أثبت يقول أنه نعم أربعة، الغزاء، التعليم، الصحة، السكن، وأنا أحب أقول لي مع الوزير، وأقول لي كل مسؤول في البلد أنه إلا يقرأ إلا يقرأ وثيقة حقوق الإنسان الدولية سيعرف أن الفقرة واحد من المادة 15 فقرة واحد من المادة 15 تقول بالنص أن الإسكان حق شرعي لكل مواطن في أي دولة أن الإسكان اللائق أنا متأسف أن الإسكان اللائق حق شرعي لكل مواطن في أي دولة إذا نحن لا نبحث عن حقوق ليست من حقنا ولا نبحث عن موضوع ليس موجود في النظام الدولي ولا في النظام المحلي الملك عبد الله عندما نستشعر بالمشكلة قبل السنوات أمر بتخصيص 250 بليون ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية الفلوس موجودة في مؤسسة النقد أين هي المشاريع؟ هذا هو السؤال نحن مسؤولين نحن في نفس البوت البوت لو اهتز كثير سيغرقنا كلنا لكن نقول هناك مشكلة إذا لم نحلناها اليوم ومنعنا مناقشتها وسحبنا أبحاثها ستكبر ويهرب أولئك المسؤولين ونظل نحن فيها أبدا لا بد نعالج المشكلة صدقوني حسن حظي ترى إحنا لم نكن في البرنامج ولا طلبنا أن نكون في البرنامج لكن الشيخ محمد بن راشد اعتذر تكرم علينا الشيخ صالح كامل جزا الله خير لأنه قرأ البحث وجد أنه فيه أهمية أنا أقول للمؤتمر لو لم يبدأ بهذه الجلسة ستسمعوا كلام دبلوماسي من وزارة ومن مسؤولين ومن تجارب أخرى لكن فين المشكلة هذه هي المشكلة المشكلة شوفوا الرقم 67 في المئة من سكان المملكة يبحثون عن سكن لائق مرة ثانية أنا أقول سكن لائق إحصائيات الجهات الرسمية تقول أن والله 62 في المئة 63 في المئة من السكان من من سكان المملكة عندهم سكن أنا فلنيد لكم هي 37 من السعودين في المملكة لا يملكوا سكن 37 في المئة و30 في المئة من السعودين اللي انحطت في نسبة 62 في المئة اللي نشروها الجهات الرسمية هم 30 في المئة من السعودين يكتنون في سكن غير لائق المادة الفقرة واحد من المادة 15 تقول سكن لائق ولا تقول سكن إذن 37 لا يملكوا سكن 30 يكتنون في مساكن غير لائقة ما هي المساكن الغير لائقة العشوائيات التي أميرنا المبدع الأمير خالد الفيصل تبنى تطويرها وتبنى تحويل هذه العشوائيات إلى مساكن لائقة ما هي أسباب الأزمة الحقيقة الناس أنا كتبت مقالة أمس أتمنى تقرؤوها في جريدة الوطن مقالة دسمة قوية في الموضوع تقول المقالة إنه والله عندنا مشكلة أراضي ما هي سبب مشكلة أراضي وإحنا عندنا ملايين وإحنا كأننا نقارة قلونا بحث الأسباب الحقيقية هناك أراضي شازعة مئات الكيلوات فاضية وبعض منها في الرياض محطوط عليها شبوكة تبع مين هي منح منحت من 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 القيادة لأشخاص علهم يطوروها يفيدوا البلد لكنهم تركوها وأفادوا نفسهم تركوها سنوات طويلة حرموا حتى الناس من التنزه فيها وتحولت إلى مزارع أو تحولت إلى ترفيه في الوقت إلا هي ممكن تتحول إلى مشاريع إسكانية تركوها سنين طويلة أيضا مطورين إحنا رجال أعمال خطأ كبير مننا مطوري عقار كثير في داخل المدينة تفرجوا تعالوا تشوفوا في جهات تلاقي بقع كثير في جدة بقع كثير فاضية رغم أن السكن من حولها تركوها أراضي فضاء لأن يستفيدوا من ارتفاع أسعارها نتيجة التنمية إلا حولها فلم تخدم التنمية السكانية بلس أنه الاحتياج الدولة في مصرحة وزارة التخطيط تقول أنه إحنا نحتاج إلى تلات مئة وخمسين مليون متر مربع والموجود عندنا مئتين وتمانين تركوا الرقم اللاتهو مئتين وتمانين يحتاجوا إلى مئتين وتمانين مليون متر مربع لما نبحثنا قلنا أوكي الإحتاج ثلاثمية وخمسين والموجود مئتين وتمانين في السنوات العشرة القادمة سيكون في عندي سبعين مليون متر مربع فجوة تانيا بحثنا في الأراضي التي يقولوا مئتين وتمانين مليون متر مربع موجودة وجدنا أنه خمسين في المئة منها شبه مطورة مطورة وشبه مطورة وخمسين في المئة التي هي مئة واربعين مليون متر مربع صحاري ما ممكن أحسبها أراضي موجودة يبغى لها التطوير تمنحني منحة في 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 أرض لا يوجد فيها بنية تحتية كما لها أي قيمة يجي تجار العقار يغروا أصحاب المنح واشتروها منهم بيتربى الفلوس وخلوها نايمة التمويل هذه مشكلتين توفر الأراضي والتمويل التمويل صندوق التنمية العقاري الذي نتكلم عنه منذ أن أنشأ ثلاثة وثلاثين سنة حتى اليوم لم يستطع أن يوفر إلا تلاتين في المئة من إجمال القروض المقدمة من إجمال الطلبات المقدمة تلاتين في المئة الطلب اثنين مليون ومئة قرط طلب قروض حقق سبعمائة سبعمائة ألف قرط إلى بداية عام الفين وثلاثة عشر والأرقام ما بجيب من دماغي جبناها من إحصائيات ومن جهات رسمية كل الجهات المسؤولة في الدولة تساعدت معنا وعلى وجه الخصوص شركات الكهرباء ووزارة التجارة والصناعة جهات أخرى ما عدا وزارة الإسكان لم نستطع أن نأخذ منها معلومات لكن برضو أخذنا معلومات من أحد الشركات التي تعمل لها استشارية بصفة شخصية أخذنا بعض من البيانات صندوق التنمية 24 في المئة أنا كسرتها قلت خلوها 30 في المئة التمويل العقاري المقدم من البنوك للأسف الشديد وحتى وإن كان رجال بنوك أمامي وقدامي وفي الصفة الأول رجال بنوك البنوك السعودية للأسف ما في كيرف أنا كنت أتمنى أنا أريكم هو الكيرف التمويل العقاري جاي كده والتمويل التجاري جاي كده يأكد لك أن البنوك حريصة جدا على مال مودعينها بحيث أنه إذا لم يصدر نظام يضمن للبنوك حقوقها لن تمول العقار فظلت البنوك سلبية حتى صدر نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري وأنا واحد من الناس اللي شارك في إصدار هذا النظام عندما كنت تعود من الشورى طلع النظام وظل أربع سنين بعد ما خرج من مليس الشورى الآن صدر النظام سيدفع البنوك وأنا راجع قبل ثلاثة أيام القروض البنوك في عام 2012 بعد صدور النظام وجدت أن الكيرف بدأ إطلاح هذا يأكد بأنه البنوك كانت تنتظر الأنظمة والقوانيل إلا كانت مشكلة التمويل العقاري وبالتالي البنوك فقط عام 2011 ارتفع تمويلها 16% فجوة العرض والطلب ليست الآن بعد عشرة سنين يعني بكل الجهود التي تبزل الآن هذه الفجوة الفجوة بعد عشرة سنين ترى الطلب طالع فين ولا زال العرض موجود وأكد لكم أن المشكلة تتضخم البلون بتنفخ بالتالي لابد مضاعفة الجهود ما هي الحلول المقترحة طبعاً لا يوجد عصا سحرية لا يوجد أحد يمكن أن يبني مليون واحدة سكنية لكن هناك حلول كثيرة جداً أنا أقول من أهم الحلول من أهم الحلول توفير الأراضي توفير الأراضي المطورة ليس فقط الأراضي إذا كانت الدولة تريد أن تعالج مشكلة الإسكال لابد أن تعالج مشكلة تطوير الأراضي رقم واحد رقم اثنين الدولة هي إلا منحة الأراضي للناس الكيلوات ممكن تأخذ هذه الأراضي إحنا كان لنا بيوت جنب الحرم وجدت الدولة من المصلح التي تأخذها وتوسع الحرم فقبلنا ما كان أمامنا أي حل واخدنا التعويض إذا أنا عندي مشكلة أنا ممكن الدولة تستعيد المنح تبعها إلا منحتها كيلوات وتعوض أصحابها وتبني عليها مشاريع الإسكانية تساهم في تطوير أراضي جديدة اليوم سكك الحديد ماشية ممكن أنشئ مدن جديدة على خطوط السكك الحديد أعالج مشكلة النقل ممكن أبني مدن جديدة في المناطق الصغيرة صدقوني أكبر ثلاثة مدن أكبر ثلاثة مناطق فيها تمانين في المئة من سكان المملكة منطقة الرياض منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية أكبر مدن تمانين في المئة من السكان يعيشوا في هذه المدن إذا الأراضي مشكلة والحلول بالإمكان أعملها ويبغى لها حلول جسرية يبغى لها قرار سامي أنه لا بد أوفر الأراضي المطورة عشان أقدر أنا أبني وغيري يبني والمطورين يبنوا التمويل العقاري الحقيقة التمويل العقاري كلنا سعدنا بالنظام اللي طلع وزي ما قلت لكم لما كنا نناقشة النظام أنا كنت أقول لهم التمويل العقاري لا بد خلوه عشرة في المئة راغب القرض يدفع عشرة في المئة وتسعين في المئة سعوها موركيج طلع النظام ثلاثين في المئة وسبعين في المئة تقسيد من في طالب تخرج من الجامعة اليوم متوسط الدخل الطالب اللي تخرج من الجامعة من ثمانية إلى عشر آلاف من يستطيع من شريحة الشباب من خمسة عشر إلى أربعين تمثل خمسين في المئة من السكان أن يدفع لو فرضنا قيمة الشقة خمسمائة ألف تقوله أدفع مئة وخمسين ألف ريال عشان أعطيه الكرد من يستطيع مئة وخمسين ألف ريال رقم كبير لنا رجال أعمال بسيط لكن لبقية الشباب في صعوبة وبالتالي في خلل لابد أن يصلح يعد تطويره في التمويل العقاري انزل من ثلاثين إلى خمسة عشر أو عشرين عشان نستطيع نأخذ الشريحة الكبيرة إذا ما حصل هذا صدقوني شركات التطوير العقاري واحنا منهم لن يستطيعوا أن يقدموا سكن خاص لدخل المحدود والفقرة يقدروا يقدموا للمتوسط الدخل وما أعلى لأنه يريدون أن يربحوا ولهذا أنا أقول الحل الأساسي لا بد الدولة كما نقول لنا نتحمل مسؤوليتها الدولة تتحمل مسؤوليتها تجاه الدخل محدود والفقرة وما يمكن أن نناقش غير هذا أنظروا كل التجارب يا جماعة كل التجارب موجودة سواء كان في أوروبا شوفوا في أوروبا كم الحكومات تحملت بناء السكن الشعبي شوفوا دول ثانية في ماليزيا في سنجابور في تركيا في المكسيك في مناطق كثيرة جدا مسؤولية دول الدخل المحدود ومسؤولية الفقراء مسؤولية الدولة وليست مسؤولية الشعب الشعب من يريد الميسور منه يبني الفقرة ممكن يبني لكن نحن نريد حلول الجزرية حل الجزري المتعلق بذوي الدخل المحدود وأقل مسؤولية الدولة وعلى الدولة أن تأخذ قرار سريع صحيح المشكلة عند المقاولين المقاولين بالإمكان نعمل شراكات كبيرة جدا مع كوريا مع الصين مع دول أخرى لأن نأتي بشركات مقاولات كبيرة عندما أردنا نبني هذا البلد في البدايات التي بنوها الكوريين والصينيين شركات ضخمة وبنت لنا المواني وبنت لنا مشاريع أخرى ثانيا أنا وجهة نظري تقول أنه والله لما لا تنشأ الدولة شركة مساهمة مع أنشأت شركة الاتصالات وأنشأت شركة الكهرباء والبلديات الآن أنشأت شركات خاصة بها ووزارة التعليم العالي أيضا وزارة التحليم والتربية أنشأت شركة خاصة بها لماذا لا تنشأ وزارة الإسكان شركة مساهمة ونحن كمان نساهم فيها فقط للتطوير العقاري لطبقة معينة وأنا أقول أنه اليوم عندنا فوائض بالإمكان هذه الفوائض نستغلها في مشاريع تنموية في البلد أنا لا ألوم مرة أخرى أقول لكم أي جهة لكن ألوم نفسنا نحن كمان علينا مسؤولية لابد أن نغير من سلوكياتنا كمجتمع سعودي في السكن لا نريد ما في مانع إحنا أنا شخصيا أقول لكم ما في مانع يجعل الأغناء يسكنوا كما يبغوا لكن الناس الذين يحاجون للسكن يغيرون من سلوكياتهم بدلا ما أسكن في فلا أسكن في شقة وبدلا ما أسكن في شقة 500 متر أسكن في شقة 150 متر وعلى البلدية أن تساعدنا أيضا في إعادة تقييم الزون في المدن بدلا ما أبني دورين أبني عشر خمسطعش هذا جزء من الحل في الارتفاعات الرئيسية مرة أخرى صدقوني أنا مواطن وأنا واحد منكم وأنا أيضا عندي أبناء وعندي أحفاد أبحث لهم عن سكن السكن ما وصلنا إلى كارثة لسه الناس ساكنين في بيوت وساكنين سواء كان قصر سواء كان فلا سواء كانت شقة سواء كانت عشة سواء كانت بيت من حجر سواء كانت شقة ساكنين لسه ما شوفنا الناس الهوملس الهوملس بنشوفهم بره اللقين بناموا في الشوارع تحت الكباري وغيره إلى الآن ما شوفنا أنا إلى الآن ما شوفت لكن أنا خائف أشوف عشان ما أشوف المناظر هذه وإنتوا ما تشوفوها لابد نبدأ من الآن نخطط من الآن هل في كلام داي اللي انتوا شوفتوه شيء يخالف الدولة ولا يخالف وزير الإسكان ولا يخالف المنطق قلوا لي إذا انتوا شايفين الكلام ده قلتو قولو نحن نحن مع الدولة مع الملك والعهد والنواب وكل من هو مسؤول نحن شعب الدولة تخدم الشعب والشعب لابد أن يكون ولاء لقيادته وعلى القيادة أن تسمع مشاكلنا بكل صراحة سيبها من الوزراء إلا يصلح الصورة لكن نحن لا نريد تجميل الصورة لكن نريد الاستمرار لهذه الدولة قوية ونريد أن نعالج مشاكلنا صدقوني والله وأنا وأنا كل يوم أقول يا شخص صالح كامل أنت عملة نادرة في رجال الأعمال عندما طرحت هذا الموضوع وأنا أقول لكم صفقه للشخص صالح لما انطرح الموضوع كان عارف حساسيته رقم واحد رقم اثنين لما انبلغوا الإدارة الآن بأن وزير الإسكان طلب إلغاء الجلسة وسحب البحث قال الشيخ صالح وزير الإسكان هو ضيف من الضيوف وأنا أقول لوزير الإسكان إلا كان زميل لي في مجلس الشورى أقول له إذا أردنا أن نعالج مشكلة الإسكان لابد أن نكون أكثر شفافية أنا أخذ الكلام كثير لكن كان لابد أن يبدأ المؤتمر بهذه الجلسة لكي تعرفوا فين المشكلة وعشان تعرفوا أنه قد تكون المشكلة ليس منكم ولا مني لكن من المسؤول إلا مش عاوز يطلع الحقيقة هذه هي الحقيقة أنا شاكر لكم في زملالية أقول لكم بأمانة حتى الزميلين اللي معايا قلت لهم كل واحد يحكي في موضوع لأنه طلعنا بحلول مثلا عميد كلية هندسة طلعنا بحل أنه بالإمكان أن أبني يونيت بسعر المتر 500 ترى يمكن الكل يستغربوا المقاولين يستغربوا لا ممكن تبني بسعر المتر 500 ترى ومن يرغب أن ندخل في ديتيلز معنا سنعمل ورشة تعمل في كلية هندسة نسبة أنه بالإمكان وبالإمكان بالإمكان أن نساهم في تخفيض تكاليف أسعار البناء مواد البناء اليوم مواد البناء ارتفعت 20 في المئة والإيجارات ارتفعت من 15 إلى 30 في المئة وكثير من مواد البناء للأسف الشديد نحن نمشي كل واحد ماشي الواحد في سياسة للإسكان طالع وزيادة طلب على الإسكان وعلى البناء وفي سياسة ماشية في أخرى للصناعة صناعة المواد البناء البناء ما هي بكارف عالب بنفس الكارف إذا لابد ستصبح عندنا أزمة لابد تشاهدوا أزمة حديد وأزمة سمنت وأزمة مواد بناء أخرى لابد للسياستين تمشي مع بعضها ونكون جاهزين لها زملائي قلت لكل واحد فيهم هم جالسين قدامكم أمس يوم الجمعة اجتمعنا وقلت لهم ايه رأيكم أنا أقول كلمة وأنت كل واحد فيكم قالوا تقول كلمة قالوا لا 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 أرجوك أنت صاحب الفكرة وأنت تقدر تقول كلام إحنا ما نقدر نقول كلام الأكاديمين هم كده طبعا كل واحد الأكاديمي يقول لك خليني في الدائرة حقتي بس أنا أقول لهم ما يمكن نظل حبيسي أصور الجامعات نحن جزء من المجتمع لابد أن نتفاعل معه الموجود عميد كلية إدارة أعمال وهم موجودين معي لو في أي ساعة في أي سؤال قلوا لي والشخص صالح يقول أخذت الوقت فالحمد الله أني أخذت الوقت عشان لاحظة انفلت بسؤال يا حرجني فأنا ممكن نلغي الجلسة إذا رغبتوا بأسرع وقت ممكن شكرا لكم أنا ماني شايف أي سؤال عشان الوقت يا شيخ صالح أنا أقول فقط أربع أسئلة جدا سمحت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخوكم عباس هادي نائب وزير الإسكان بالله الصوت والاسم لو سمحت عباس هادي نائب وزير الإسكان أهلا وسهلا بك حقيقة أنا حضرت الجلسة من الساعة التسعة رغبة في سماع المحاضرة واللقاء ووزير الإسكان أنا أتصور لو يعرف أن هذا الموضوع بيطرح قد يكون حريص هو شخصيا أنه يحضر فيبدو أنه حصل لبس في قضية الاتصال الأخ المنسق من الوزارة مع اللجنة المنظمة لما رأى فيه فقرة غير موجودة في الجدول اجتهادا منه شخصيا قال هذه ما هي موجودة وما رأى أنها تطرح لكن هذا ما هو رأي وزير الإسكان ولا يعلم وزير الإسكان عن الجلسة وتصوري ومعرفتي بوزير الإسكان كأقرب الناس له أنه قد يكون حضر هو شخصيا لهذه الجلسة فأرجو أن الأخوة ما يفهموا موقف وزارة الإسكان بشكل خاطئ أنا أتفق مع الدكتور عبد الله في الطرح اللي طرحه وتقريبا نفس النقاط اللي طرح الدكتور عبد الله هي التي نتداولها يوميا في وزارة الإسكان ووزارة الإسكان الآن مثل ما ذكر وزير الإسكان ليلة البارحة الآن وضعت الأولوية في توفير أراضي مخدومة لبناء مساكن عليها فوزارة الإسكان كل الأراضي التي استطاعت أن تحصل عليها إلى الآن والتي نسعى إلى مضاعفتها إن شاء الله في المستقبل حريصين حرص شديد أولا على تخطيطها تخطيط يتناسب مع الطلعات الدكتور عبد الله ومع تطلعات جميع الموجودين في هذه الصالة وننفق بسخاء على التصاميم أكثر من أي جهة حكومية أخرى ثانيا سنعمل على تمديد البنية التحتية إن شاء الله بأعلى المواصفات وكل حواراتنا مع وزارة المالية أن الميزانيات التي تخصص لخدمة الأراضي على أعلى مستوى بكل الخدمات الموجودة في أفضل الدول يجب أن تعتمد قبل أن يعتمد أي أمر تاني لوزارة الإسكان وأيضا في مجال التمويل جميع الأموال التي رصدت لوزارة الإسكان تسعى الوزارة إلى تمويل الناس لبناء مساكن في المناطق التي لا ترى الوزارة مناسبة بناء مساكن عليها فنحن وإياك يا دكتور عبد الله متفقين وزير الإسكان أنا متأكد أنه لو يعلم عن هذه الجلسة فكان سيحضرها شخصيا لكن اللبس الذي حصل هو اجتهاد من بعض الإخوة المنسقين الذين ظنوا أن عدم وجود هذه الفقرة في البرنامج غير مناسب أن تطرح الجلسة لكن أبشرك وأبشر جميع الأخوة إن وزارة الإسكان معكم على نفس الخط ونحن نقرأ يومياً كل ما يطرح في الإعلام عن وزارة الإسكان ونتفاعل معه بقوة وإن شاء الله إن شاء الله نكون عند حسن ظنك وعند حسن ظن جميع الموجودين في هذه القاعدة والسلام عليكم شكراً شكراً يا شخص صالح أنا أقول لأخي نائب وزارة الإسكان شكراً له على هذا التوضيح وأرجوك أن تنقل لوزارة الإسكان بأن مسؤول بهذا المستوى يحرج المؤتمر والقائمين فيه لا يرقى لأن يكون مسؤول يتكلم باسم وزارة الإسكان فضل إز السلام عليكم ورحمة الله أخوكم سعود الأحمدي عضو مجلس دارة الهيئة السعودية المهندسين نشكرك دكتور عبد الله على ما بينت وجزاك الله خير وجزا الله الشيخ والدنا الفاضل صالح كامل على هذا المترم وتميز أنا أحب أن أنقل أمانة زرنا المرحوم صاحب السموء الملكة الأمير نايف بن عبد العزيز قبل سنتين مجلس دارة الهيئة السعودية المهندسين فقال والله أن الذي يشغلني يا أخوان سبعين في المئة من المواطنين لا يملكون سكن فقال اقترحت اقتراح وقال رحمة الله عليه أنه تحدث مع صاحب السموء الملكة خالد الفيصل فيه أن أصحاب الأراضي البيضاء داخل المدينة يجب عليهم اتخاذ ثلاثة قرارات إما أن يعمروا هذه الأراضي أو يبيعوها على المواطنين أو أن الدولة تأخذ هذه الأراضي وتعمرها وتمنحها المواطنين أو تبيعهم عليها شكرا لك وانا أصفق لك كمان عاقب والله يرحم الأمير نايف يا دكتور عبد الله وزارة الإسكان بتحاول واجتمعنا مع معالي الوزير في مكتبه وهو حريص وأطلعنا على مشاريعه مع بارسونس وكل شيء لكن صدقني وزارة الإسكان لوحدها لا يمكن أن تحل هذه الأزمة اللي نخرج من هذا المكان بتوفيق الله وبقيادة والدنا صالح كامل بطلب تكوين لجنة على مستوى تشترك مع وزارة الإسكان ولو تم تأسيس هيئة من رجال الأعمال كما اقترحت المشكلة كبيرة يا أخوان نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلت وصلت الوقت انتهى الوقت انتهى والنساء ما أديناهم الكلمة إذا كان يتكرموا علينا يخلوا السؤال للأستاذ خالد الشريف يمثل البنوك فحديله الكلمة وفقط سؤال واحد من الجانب النسائي إذا ممكن خالد خالد الغالب البنك الأهلي شكرا دكتور عبدالله على الطرح صوت قربوا بالله شكرا شكرا دكتور عبدالله على الطرح الشفاف أعتقد انه في هناك جلسة اللي هي الجلسة الرابعة جميع المسؤولين الوزراء اللي لهم علاقة في هذا الموضوع وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقراوية والمؤسسة النقد والاقتصاد موجودين مدير الجلسة دكتور فواز العالمي أطلب أن تكون أحد المشاركين في هذه الجلسة لأنه جميع الأشخاص المسؤولين على هذا الموضوع الهام والخطير موجودين فيها شكرا يا أستاذ شكرا شريف خالد لطرحك أنا كان اسمي من المطروح لأن أكون أحد أعضاء هذه الجلسة لكن يبدو حساسية بعض من الوزراء من الشفافيتي أكترحه أن يكون شخص آخر فضل إذن جانب النسائي ما في أحد وأنا أعتقد أنه تكلمنا بشفافية كافية واحتراما للجلسة الثانية أنا أقول لكم طيب آخر متحدث أرجوك وإلا حيكون لخبطنا البرنامج على أنا خالد رواتمان أستاذنكم أنا أنا بس حبيت أخذ الميكروفون أشكرك أنك أنت نقلت مستوى الحديث في المنتدى كان في كثير من المقائف والشكوك أن المنتدى يعني يكون محفل إعلامي للتطبيل والتزمير لكن أنا أعتقد أن كذا نقلت لكم من الجدية والمصداقية اللي يخلق أمل في مثل هذا المنتدى فأنا أشكرك على هذا المبادرة ثانيا قضية الإسكان زي ما قال لك سعود هي أكبر كثير من مستوى وزارة الإسكان من قدرة وزارة الإسكان من حتى يعني أننا نجرم وزارة الإسكان أو نتهمها فيما تفعل أنا أعتقد أنه يبدل فيها جهد جيد لكن مشكلتها إنها لا تملك يعني كل عوامل الحل أو كل عناصر الحل الأمر يحتاج يعني حل شامل وخطة شاملة ومنظور شامل للتعاطي مع قضية الإسكان أنا أعتقد أن المفتاح عند وزارة التخطيط وليس عند وزارة الإسكان المشكلة أنه كل الحلول اللي تبذل الآن اللي تبادر بما فيها حلول الرهن العقاري برامي صندوق التنمية العقاري للأسف في غياب الحل الشامل وفي غياب الخطة والاستراتيجية الواضحة هي تصبح ذات أثر سلبي على المشكلة وتضخمها بشكل عميق في غياب هذا الحل الشامل شكرا 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 الجانب النسائي هل فيك واحد سؤال بس أرجوكم فضل أفضل 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 أعنى أننا قمت بأسئة للمشاهدين لا أستطيع أسمعكم أفضل أفضل أعنى أننا قمت بأسئة للمشاهدين أفضل 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 هناك على سنستانبلي وأنا أفضل أن في هذا المحاول لتصبح كثيرا لتصبح محلول لتصبح محلول محلول التي تحتاجها ساعدين ساعدين بحضل محلول بحضل محلول بحضل محلول بحضل محلول وليسيق على تحقيق على تحقيق بحضل لكن تستطيع بعض الهتمام من المحلول المحلول لتصبح بحضل لأن هذا سيجعل المحلول لتصبح لتصبح ومثل إلى المنظمة يحب ومثل على تصبح المحلول بحضل أكثر شكرا على تحقيق من المحلول سيكون مجموعة شكرا ومثل جزيلا إنه سؤال جزيلا صغير وشكرا لكم الله كنت متردد من المشاركة وكنت أعالج شهور وقيل لي لا تحضر المحاضرة لأن التنس يسبب لك مشكلة لكني أنا أشعر بوطنية وحرقة على شعبنا وعلى شبابنا أنا شاكر لكم مدتوني هذه الفرصة وأقول لكم موفقين وأقول الشيخ صالح بداية موفقة وإن كانت ساخنة لكنها ستدفع بالحضور لأنه يقولوا في مدينة جدة إذا أردت أن تكرب السبيكر حطوا لموعد الساعة 9 صباحا نتكلم وإذا أردت أن تكرموا حطوا لموعد الساعة 12 حيلاقي الحضور كبير لكن أنا سعيد الحضور الصالة مليانة فشكرا لحضوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا دكتور عبدالله للأمانة لقد غيرت معالم هذا الصباح ومثلت الروح الحقيقية لمنتدى جدا وكما يقول الأمير خالد الفيصل كما قال تحديدا بالأمس بأن المواطن هو من يصنع الحلم فشكرا دكتور عبدالله وشكرا لجميع المشاركين في هذه الجلسة اشتركوا في القناة